بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم عزائي طلبة الصف الخامس العلمي وأنا ألتقيكم في درسنا لهذا اليوم اللي هو الفصل الأول ويتناول الدالة اللغة الرتمية كما تعلمون عزائي طلبة أنه سبق وأنا أخذته في الصف الرابع العلمي الدالة الأسية الدالة الأسية اللي هي أريد أطيكم بعض الأشياء عنها تعرفون أنه من يجيكم اثنين أس واحد الاثنين تعتبروها أساس والواحد تعتبروه الأس اللي هو يجي يطلع النادج ماته اثنين ومن ناخذ اثنين أس اثنين من ناخذ اثنين أس اثنين همنا نعتبر الاثنين هي الأساس والأس مالتها هو اثنين اللي هو يطينا النادج يكون أربعة واذا أخذنا 2 أس 3 الاثنين هي الأساس والأس هو 3 هو الناتج ماته يطلع 8 وشون رح يطلع رح يصير 2 في 2 في 2 أما إذا جاني 2 أس 4 فالاثنين هي الأساس والأس هو 4 هذا معناه أن نضرب الاثنين 4 مرات في نفسه اللي هو رح يطلع الناتج ماته 16 وهكذا بالنسبة إلى ما لا نحاية الدالة الأسية إذا مثل ما تعرفون أنه تعتمد على الأساس وعلى الأس الأساس مثلا إذا أخذناه هو مثلا الأي والأي هي رح تكون تأخذ الأعداد أكبر من الصفر ومساها واحد هذا الأساس الأس اللي هو مثلا نفرضه الـ X اللي هو رح يكون ينتمي لأعداد الحقيقية بالنسبة للناتج ماته دائما رح يكون عدد حقيقي موجب يعني إذا كان الأساس أكبر من الصفر ومساها واحد والأس ينتمي لأعداد الحقيقية يعني الأعداد السالبة والموجبة والصفر رح تلاحظون أنه الناتج ماته دائما يطلع موجب إذن هنا ندال الأسية المجال مالتها كل الأعداد الحقيقية والمجال المقابل مالتها هو الأعداد الحقيقية الموجبة مع عدد الواحد ليش؟ لأنه مثل ما تعرفون إذا أخذنا اثنين والأس سالب مالتها رح تنزل وين؟ للمقام رح يصير واحد على اثنين أس واحد اللي هي نص يعني مثل هذه اثنين أس سالب واحد هذه رح يصير واحد على اثنين أس واحد اللي هي نص وأيضا إذا أخذنا اثنين والسالب اثنين إذا أخذنا اثنين والسالب اثنين هاي من نزه المقام رح يصير اثنين والسالب اللي هي واحد على اربعة وهكذا بالنسبة اثنين والسالب ثلاثة هم يتنزل للمقام الصير واحد على ثمانية إذن مثل ما تلاحظون أنه النتائج دائما رح تطلع لكم قيم حقيقية موجبة إذا كانت الأسس موجبة تبقى نفسها مثل ما وضحت لكم يا هذه جساء يعني مثل اثنين والس واحد هي اثنين اثنين والس اثنين هي اربعة واثنين والس ثلاثة هي ثمانية إذن مثل ما تلاحظون أنه النتائج ما للدالة الأسية رح تطلع لنا دائما النتائج ما للحقيقية موجبة هذه هي نبدأ عن الدالة الأسية هنا لو أطيركم مرات يجي مثل ما أخذتوها سابقا أنه يطيكم سؤال مثلا يقول لكم إذا علمت إذا علمت أن اثنين اس اكس تساوي 16 يقول أوجد قيمة اكس زين أنا سأسألكم عزائي الطلبة أي عدد توضعون مكان اكس يطلع النادج 16 اللي هو قلنا دائما 2 1 يطلع 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 راح اصلي 16 يعني معناته شنو يعني راح نضرب الاثنين اربع مرات يلا يطلع النادج معناته 16 إذن هنا راح نيجي على الحل راح يصلي 2 اس اكس تقدرون هذا تحللو إلى العوامل الأولية ماتة راح يطلع لكم 2 اس اربعة واتوا سابقا ما أخذين خواص الاسس أنه إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس إذن بها الحال راح تصلي الاسس تساوي إنا أربعة يعني هنا قيمة اكس أربعة وهكذا الحال إذا أخذنا مثل هذا السؤال يقول إذا علمت أن مثلا عشرة اس اكس تساوي إنا مثلا صفر بوينت واحد بالألف هذا من راح نيجي يقول لي أوجد قيمة اكس إذا هنا من راح نيجي على الحل راح نقول لها عشرة وس اكس هي تساوي واحد بالألف هذا الواحد بالألف إذا حولنا إلى أساس عشرة الاسمات راح يكون سالب ثلاثة إذن أيضا إذا تساوت الأساسات تتساوي الأسس إذن أعزائي الطلبة هنا راح يكون عندنا إنه الأكس تساوي سالب ثلاثة هذا نسمي التعلم القبلي اللي هو أخذتو أو الاختبار القبلي اللي هو مثلا أخذتو بالصف الرابع العلمي الآن نساء نساء هم نأتي إلى الاختبار أو التعلم في هذا الفصل اللي هو راح نتعلم الدالة الأسية اللي دالة الأسية اللي راح نتعلم بها هو هذا شوف عزائي الطلبة سوف نتعلم في هذا الفصل الدالة اللغة راتمية اللي هي تعتمد على الدالة الأسية يعني هنا سنتعلم في هذا الفصل الدالة الأسية الدالة اللغة رتمية هذا الفصل واحد الدالة اللغة رتمية اثنين خواص الدالة اللغة رتمية الثلاثة اللغة رتمية العشرية أربعة اللغة رتمية الطبيعية الطبيعية وأخير شيء عندنا استخدام الحاسبة هذه هي اللي راح نتعلم بهذا الفصل هنا عندنا أولا الدالة اللغة رتمية شوفوا عزائي الطلبة الدالة اللغة رتمية استخداماتها تستخدمها في الكيمياء في قياس درجة الحموضة للبعض الحوامض وأيضا تستعمل في مراكز الانصاد قياس الزلازل وأيضا تستعمل في حساب شدة الصوت وتستعمل أيضا لقياس أو لحساب سرعة انطلاق الصاروخ هذه إذن هي استعمالات الدالة اللغة رتمية الدالة اللغة رتمية عزائي الطلبة مثل ما أريد أوضح لكم أنه هي جاية بالأساس من الدالة الأسية يعني إحنا سبق وأنا أخذته بالصفة الرابعة مثل ما قلت لكم الدالة الأسية الدالة الأسية أن الدالة الأسية هي مثلا Fx تساوي Ax حيث A هي أكبر من الصفر و A لا تساوي واحد والأكس تنتمي إلى R فأن المجال مع الدالة F هو كل أعداد حقيقية ومجال المقابل سيكون الأعداد الحقيقية الموجبة اللي هي مع عدل واحد وهذه الدالة الأسية هي دالة تقابل والدالة الأسية هي دالة تقابل وهي دالة تقابل ولأنها دالة تقابل يكون لها دالة عكسية فأنها لها فأنها يكون لها دالة عكسية الدالة العكسية هي F inverse حيث ال F inverse رح يكون المجال الماتة R موجب ومجال المقابل هو R هذا إذن هي الدالة العكسية الآن إذا أريدنا نتعلم أو نتعرف على الدالة الأسية رسم مالتها والدالة العكسية اللي هي أيضا طبعا الدالة العكسية رح يصبح الدالة التقابل الدالة العكسية عزي الطالب أيضا رح يكون دالة تقابل وهي دالة تقابل إذن الآن لو أريدنا نتعرف على رسم الدالة الأسية لأخذ هذا الجدول R موجب طبعا هو ما عدل واحد العدادة حقيقية الموجب ما عدل واحد لأنه A قلنا الأساس ما يأخذ الواحد وهنانا وهنانا المجال المقابل هو كل العدادة حقيقية الآن الآن هسا لو أخذنا الرسم الرسم الدالة الأسية نأخذ هذا الجدوى عزيز طلبه لنأخذ الجدول التالي للدالة الأسية هنا لي يكون الواي يساوي 2 أس أكس فاذا يجينا على هذا الجدول راح تكون هنا عندي الأكس وهنا أنا هي الواي مثلا أخذت الأكس خلي نقول 2 راح تصير عندي الواي 2 تربيع 4 واذا أخذت الأكس 1 راح تطيني 2 أس 1 هو 2 أما أخذت الأكس 0 2 0 هي 1 واذا أخذت السالب 1 الصر 2 السالب 1 هي نص إذن هذه راح تطيني الأزواج المرتبة أو النقاط إذن نحصل على النقاط هذا السالب 1 الصر 2 السالب 1 هي 1 على 2 فنحصل على النقاط النقاط هي 2 صورتها 4 وال1 صورتها 2 والصفر صورتها 1 والسالب 1 صورتها 0 يعني هذه أعزائي الطلبة لو ردنا نرسمها شوف هذه ردنا نرسمها على النظام الإحداثي هذا محور Y هذا محور Y اللي راح يكون هذا هذا محور Y وهذا هو محور X ومحور ومحور Y هذا محور التناظر إنه المستقيم مات X يساوي Y هنا إذا عيننا النقطة 2 2 و4 هاي 2 وهنا 1 2 3 4 فموقع النقطة هنا حيصير 1 و2 هذي 1 وهذه 2 هنا حيكون 0 1 هنا حيكون وسالب 1 ونص هنا حيكون هذه إذا وصلناها المنحني هي تحيكون هذا طبعا يكون قريب إلى محور السينات بالمقابل لو أخذنا النقاط اللي هي نظائر هذه النقاط وبأخذ النظائر لهذه النقاط راح نحصل على وبأخذ نظائر النقاط السابقة راح تصير هذه نظيرها 4 2 هاي 2 1 وهذه هي 1 0 وهذه 1 0 وسالب 1 هاي النظائر مال هاي النقاط إذا عينناها طبعا هذه عزاء الطلبة هي Y تساوي 2 X هاي الدالة الأسية اللي هو هذا الرسم مالتها أما إذا جئنا عيننا هاي النقاط 4 2 هاي 1 2 3 4 الاثنين هنا راح تكون موقع النقطة هاي 4 2 2 1 هاي 2 وهاي الواحد هنا راح يكون موقع النقطة 1 0 هذا 1 0 ونصف سالب واحد هنا هيكون هذا النصف هنا نصف سالب واحد هاي النقطة نص وسالب واحد النقاط المتناظرة مثل ما تلاحظ 2 واربعة تناظر حول هذا المحور اللي هو Y ساوي X شوف هاي عزيز الطالب هاي وهاي متناظرة 2 واربعة واربعة واثنين الواحد واثنين واثنين وواحد ايضا متناظرة حول هذا المحور عدنا هذه النقطة 0 1 تناظر هاي النقطة 1 وصفر هذه وهذه اللي هي على الصادات هي على السناس صارت والنقطة سالب 1 ونص هذه راح تناظر هاي النقطة اللي هي نصف وسالب 1 هاي النقطة نصف وسالب 1 فالرسم مال هذه الدالة العكسية هو هذا هذا رسمها ينزل ويه محور الواي هذا الرسم انتو يعني ان شاء الله بالشسمة اوراق البيانية تكون اوضح عدكم بس ان شاء الله نكون احنا وصلنا لكم الفكرة ما الرسم هذه اذن هي الرسم الدالة العكسية للدالة الوسية هاي الدالة الوسية وهاي وهاي الدالة العكسية مالتها هيش رح يكون الرسم مالتها اذن هنا عزائي الطلبة لو اجينا على تعريف الدالة اللغار التمية تعريف الدالة اللغار التمية احنا مثل ما تعرفون قلنا انه الدالة الوسية تعريف الدالة اللغار التمية كمان اعلم انه الدالة الوسية هي واي تساوي اي اس اكس حيث الاي اكبر من الصفر واي لا يساوي واحد والاكس ينتمي الى ار والواي ينتمي الى الاعداد الحقيقية الموجبة تقدر تكتبها اثنين موجب او واحد موجب يعني هو دائما الاعداد الموجبة مع عدد صفر اي هو هذا اللي نقدر نتفق عليه فان 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 الدالة اللغار التمية او الدالة العكسية نسميها الدالة اللغارتمية هي سيصير لغارتم واي للأساس اي تساوي اكس زين هذا هو التعريف هذا هو التعريف لغارتم واي للأساس اي يساوي اكس يقرأ بهذا الشكل عزيز الطالب ويقرأ ويقرأ لغارتم واي للأساس اي وهذا الاساس ايضا هو اكبر من الصفر ميسا واحد والواي هو ينتمي لأعداد الحقيقية الموجب والأكس ينتمي إلى الأعداد الحقيقية اذا هذا هو التعريف يعني هذه بالبداية توضيح للدالة العسية والتعريف الدالة اللغارتمية هو هذا هذا اذا هو تعريف الدالة اللغارتمية يعني ناعز الطالب لو اخذنا المثال هذا يقول مثال واحد اللي هو موجود بالكتاب اكتب لكم اياه يقول اكتب ما يلي بالصورة الدالة اللغارتمية هذا اكتب كل مما يأتي بالصورة اللغارتمية اكتب كل مما يأتي بالصورة اللغارتمية هو هذا طبعا دالة مكافئة اعزي الطالب ارجع لك على التعريف انه دالة اللغارتمية لغارتم واي لأساس ايساو اكس هذا هو دالة متكافئة مع الدالة الوسية اللي ي ي تساوي ي تساوي اي اوس اكس هذا هو زين عزي الطالب هاي دالة مكافئة المتكافئة او هاي دالة اوس هنا المثال اول يقول اكتب ما يأتي كل مما يأتي بالصورة اللغارتمية مثلا اولا خمسة اوس ثلاثة تساوي مية وخمس وعشرين بالاعتماد على التعريف بالاعتماد على التعريف انه يساوي اوس اوس هي اللغارتم ناخذ لل y زين هنا يا هي y هذه y تعتبر لان هذا a وهذا x a هي الاساس والx هو الوس ولكن y هو العدد اللي هو نادج الدالة الوس فإذن ينامن راح نيجي على هذا التكافؤ او يؤدي تقدر تقول او تكافؤ اللغارتم تقدر تقول المية وخمسة وعشرين للأساس خمسة يساوي ثلاثة هذا هو حولناه من دالة اوسية الى دالة لغارتمية يعني دائما تتأخذ اللغارتم للعدد وهذا الاساس يكون همنا الاساس للدالة اللغارتمية والأوس يرجع مثابة x يعني ناتج اللغارتم المثال الثاني هذا واحد بالألف يساوي عشرة السالة بثلاثة اذا هنا همين هذه تكافؤ نقدر وين ناخذ اللغارتم معيز طالب هنا عندنا واحد بالألف يساوي عشرة وسالة بثلاثة وين وثلاثين أس واحد على خمسة المن ناخذ هنا اللغارتم عزيز الطالب نعم كل الزيان ناخذه للأثنين لأن هذا العدد اللي بدون أس يعني نقول لغارتم أثنين هذا ينزل أساس ومو أساس همين ينزل الأساس وهذا يصير بالجهة الثانية واحد على خمسة عزيز الطالب أعيد همرة ثانية وناخذ يكمل درسنا اليوم عندنا هذه الدالة اللوسية خمسة وستلا سو مية وعشرين هو يقول حول أو يكتب مايلي بالصيغة اللغارتمية من ناخذ اللغارتم حسب التعريف هذه احنا أخذنا اللغارتم للواي والعي صارت أساس والعكس هي بالجهة الثانية مقابلة للغارتم فهنان هم ناخذ اللغارتم للمية وخمسة وعشرين وهذه الخمسة صدر أساس وتساوي ثلاثة نفس الحالة بهذا هم تاخذ اللغارتم للواحد بالألف والأساس هذا ينزل أساس اللغارتم يساوي صدر ثلاثة وناهم من المن ناخذ اللغارتم للاثنين والاثنين وثلاثين صدر أساس وواحد على خمسة تكون بجهة الثانية عزيز الطالب إلى هذا الوقت اللي يسمح به درسنا هذا اليوم حتى نلتقيكم في الدروس القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة